دلوقتي علشان كده هابدأ تاني الحديث وقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا دلوقتي في معاد المراجعة اللي احنا حددناه لعمل مراجعة للمحاضرة رقم 10 في مقرف السلوج النبات واول سؤال انا طرحته بيقول المستقبل الاول لثاني اكسيد الكربون في نباتات سلاسيت الكربون هو نقط وفي نباتات الايد الحمدي هو نقط وعطينا خمس اختيارات الخمس اختيارات هي الروبب والبب والروبب كربوكسيليز والبب كربوكسيليز والريبسكو اختار ايجابتين اول واحد جاوب عندي اللي هو احمد محسن قال الروبب والبب ودي اجابة صحيحة غادة طبعا كتبت الاجابتها على مرتين بس رجاءا بعد كده يكتب الاجابتين مرة واحدة ما كتبش اجابة وبعدين نبعت الاجابة التانية بعدها وندين سيميسم كتبت البي اي بي والروبب تمام التلات اجابات اجابات صحيحة ننقل على السؤال اللي بعده هو شابه للي فات بس هنختبر تركيزك بالسؤال ده السؤال بيقول الانزيم المسؤول عن تثبيت ساني اكسيد الكربون في نباتات سولاسيت الكربون اللي هي السي سري بلانت هي هو نقط وفي نباتات السي فور اللي هي السي فور بلانت هو نقط وعطيني بين الاقواس الريبيسكو الاختيار الاول الاختيار التاني البي اي بي اللي هو فوسو اينول بيروفيك وار يو بي بي اللي هو ريبلوز واحد وخمسة سنائل فوسات والبي اي بي كاربوكسيليز محضرchool biology وانزيم البي بي كاينيز اختار الاج commence الصحيحة ما نباتات السي سري بي إن الثانى nothin يقول الانزيم المسؤول عن تثبيت الانزيم المسؤول عن تثبيت سي و تو في النباتات سولاسية الكربون هو نقط وفي النباتات ربعية الكربون هو نقط والاختيارات العطالي بيقول لي الريبيسكو ولا البي اي بي البي اي بي d مركب اسمه فوسفوينول بيروفيك والاريو بي بي ده مركب اسمه سكر رايبولوز واحد وخمسة سنة الفوسفات وبعدين فيه عند البي اي بي كاربوكسيليز اللي هو انزيم تسبيت سان اكسيد الكربون على مركب الفوسفوينول بيروفيك وفيه حاجة تانية البي بي كاينيز ده انزيم فسفارة البيروفات فسفات برافو يا احمد واللي جاء بالوقتي اجابة صحيحة هو احمد محسن قال الريبسكو الريبسكو ده هي اختصار للريبولوز واحد وخمسة سنة الفوسفات كاربوكسيليز والبي اي بي كاربوكسيليز السؤالين دول الغرض منهم ان انا ثبت لك في زينك الفرق ما بين المستقبل الاول والانزيم اللي بيقوم بعملية تسبيت المستقبل الاول اللي هو المركب اللي بيستقبل سان اكسيد الكربون وارتبط به فالمستقبل الاول ده في النباتات سلاسية الكربون هو سكر الريبولوز واحد وخمسة سنة الفوسفات اما في النباتات اما في النباتات ربعية الكربون ونباتات الايد الحمدي بيكون المستقبل الاول هو مركب الفوسفو اينول بايروفيك اللي هو اختصاره بي اي بي اما عملية الارتباط دي بيحفزها انزيم اسمه انزيم الكاربوكسيليز انزيم اللي بيعمل الكاربوكسيليشن فالانزيم ده في حالة نباتات سلاسية الكربون اسمه رايبولوز واحد وخمسة سنة الفوسفات كاربوكسيليز وقلت الانزيم ده من خلال الشرح ممكن يشتغل ككاربوكسيليز او اوكسيجينيز عشان انت بيختصر اسمه بيسموه ريبسكو اي رايبولوز واحد وخمسة سنة الفوسفات كاربوكسيليز اوكسيجينيز اذا قام بعملية كاربوكسيليشن يعني تسميز إذا قام بعملية كربوكسيليشن يعني تثبيت ساني أكسيد الكربون على المستقبل الأول يبقى بنسميه كربوكسيليز إذا قام بعملية الأكسوجين على المستقبل الأول يبقى هنسميه ريبولوز واحد وخمسة أثناء الفصات أكسيجيز أما في النباتات ربعية الكربون والنباتات والنباتات الأيد الحمدي المستقبل الأول هو فصوينول بيروفيك والإنزيم الذي يقوم بالتثبيت فصوينول بيروفيك كربوكسيليز فالإجابة الصحيحة هي إجابة أحمد محسن ومريم اللي عدلت إجابته هي أنزيم الريبيسكو في النباتات سولاسية الكربون والفوسفوئينول بيروفي كربوكسيليز في النباتات ربعية الكربون ونباتات الأيد الحم السؤال اللي بعد كده بيقولي الناتج الأول من تثبيت ثاني أكسيد الكربون في نباتات C3 هو نقط وفي النباتات C4 هو نقط وعطيني الاختيارات بين قسين 3BGA ولا BEB ولا RUBB ولا OAA ولا G3B فطبعاً أنتم عارفين أن 3BGA ده اختصار 3 فوسفو جليسريك أسد والBEB اللي هو فوسفوئينول بيروفيك والRUBB اللي هو سكر ريبلوز واحد وخمسة سنوات الفوسات الOAA اللي هو حمد الأكسال وخليك G3B اللي هو جليسريك الضاية 3 فوسفات اختروي الإجابة الصحيحة برافو يا أحمد، برافو يا أميمة، برافو يا غادة، أمينة محمد برضو، نادين سميسم، وماريان بدير كلكم جوابتوا الإجابات الصحيحة وهي مركب 3BGA والOAA يعني في الناتج الأول من تثبيت سنوات أكسيد الكربون في نباتات سلسيت الكربون هو حمد 3 فوسفو جليسريك اللي اختصاره 3BGA وفي النباتات في النباتات الكام بيكون مركب الOAA اللي هو أجزاله أسيتك أسيد السؤال اللي بعد كده بيقول تنخفض عملية البناء تنخفض كفاءة عملية البناء الضوئي في النباتات سلسيت الكربون تحت الظروف العادية بحوالي ويزداد هذا الانخفاض ليصل إلى حوالي تظروف الانخفاض ويزداد هذا الانخفاض ليصل إلى حوالي نباتات سلسيت الكربون تحت الظروف العادية بحوالي نقط عايزك تكتب النسبة بينما يزداد هذا الانخفاض ليصل إلى حوالي نقط تحت ظروف الإيجاد 10% ولا 40% ولا 50% ولا 75% تحت ظروف الانخفاض ليصل إلى حوالي نقط تحت ظروف ونرى الآن الإجابة بتاع السؤال مكان تثبيت واختزال سلسيت الكربون في نباتات الآيد الحمد التشحومي هو نقط بينما يتم تثبيت واختزال سلسيت الكربون في نباتات ربعية الكربون في نقط اللي جاود أحمد محسن الخلايا النسيج المتوسط دي بالنسبة لنباتات الآيد الحمدي أحمد ولا إيه؟ وبينما يتم تثبيت أميم أشرف عندها غلطة مريم بدير خلايا النسيج وسكتت مريم بدير خلايا النسيج وسكتت لكن الأستعجال اللي واقع منك الكلمة ندين سم يسم النسيج المتوسط النسيج المتوسط وخليها الدفيرة كل اللي جاوب الوقت يجاوب الإجابة صحيحة فأقول الآن الإجابة لكي نثبتها عندكم بيتم تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون في نباتات الآيد الحمدي التشحومي في نوع واحد من الخلايا اللي هي خلايا النسيج المتوسط بينما يتم تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون في نباتات ربعية الكربون في نوعين من الخلايا هما خلايا النسيج المتوسط وخلايا الدفيرة برافع عليكم هاجي بعد كده دي أسئلة متعدد الاختيار هنجي بقى الأسئلة اللي هي اختيار من متعدد السؤال اللي أقول ما هو مصدر الأكسوجين المتساعد من عملية البناء الضوئي أظن أنت ممكن تكتبوه من غير اختيارات السؤال بيقول ما هو مصدر الأكسوجين المتساعد من عملية البناء الضوئي وعطيني نقط هل هو CO2 ولا C6H12O6 ولا الـ H2O ولا الـ ATB ولا أول تشوزز وعلى فكرة كمان عشان أعرفكم إن أنا أعرف اللي بيعمل كده مين هي طالبة مش طالبة عشان تبقوا عارفين عشان أطمنها كده وخلاتي بقى عدم السريعة ناس تانية ناس تانية عايزين سرعة ده اختيار واحد يعني مفروض كل الناس تكتبوه بسرعة برافو برافو مين برافو يا أحمد برافو يا غادا برافو يا مريم هو الـ H2O طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ايه بقى ركز في الكلام ده ماشي ماشي يا ناديم ماشي يا ميمة خلاص نجوا بقى على السؤال اللي بعده بيقول ما هو مصدر الأكسوجين الموجود او تاني ما هو مصدر الأكسوجين الموجود في جزيئات الماء النتيجة من عملية البناء الضوئي وتاني هفكركم بالمعادلة علشان ما حانش تلقى 6CO2 زائد 12H2O بيديني C6H12O6 زائد 6H2O زائد 6O2 يتصاعد الـ H2O اللي طالع ده الأكسوجين اللي موجود فيه جاي منين ده احنا هزينه ده احنا هزينه طبعا احمد محسن كالعادة ومريم بدير ونادين سميسم وغدا يونس وامينة محمد وامايمة اشرف كلهم جاوبوا الإجابة الصحيحة ان مصدر الأكسوجين الموجود في الماء اللي خارج من عملية البناء الضوئي هو CO2 السؤال اللي بعده برافع عليك يا ولاد بيقول لي ما هي القوة التمثيلية اللازمة لتثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون في تفاعل الظلام هل هي ألف بقى الناد بي زائد الناد بي بي زائد الناد بي زائد الناد بي زائد الناد نفس الكلام بالنسبة لأمينة ونفس الكلام بالنسبة لأميمة اشرف الحروف بتاعة الاختصارات تكتب كابتل زي ما انا كتبة قدامكم كده لكن كلكم جاوبتوا الإجابات الصحيحة برافع عليكم السؤال اللي بعده بيقول ما هي أهم نواتج تفاعل الضوء وعطيني نقط تكرار للسؤال بس باسلوب ثاني ما هي أهم نواتج تفاعل الضوء الـ ATB ولا الناد بي زائد الـ ATB هو نفس السؤال بس موساغ باسلوب ثاني يا شبات عشان ما تتخدعوش يعني تمام برافع عليكم يبقى هي نفس الإجابة السابقة الـ ATB والناد بيتش تون السؤال اللي بعده بيقول لي أين تتم التفاعلات الكيمو ضوئية لعملية البنائية؟ وعطيني الاختيارات بيقول لي في الغشاء الداخلي للبلاستيدات؟ ولا في أغشية السيدلاكويدات؟ ولا في السيترومة؟ ولا في الغشاء الخارجي للبلاستيدا؟ معلش في غلطة هنا؟ في ألف نقصة؟ الله عليكم لما تنفعلوا وتجاوبوا بسرعة مريم وأحمد محسن وندين وغادة وأميمة أشرف وأمينة كله جواب الإجابة الصحيحة وألف أغشية السلة كويدات هل تتم تفاعلات الكيمو حيوية لعملية البناء الضوئية؟ هل تتم في الغشاء الداخلي؟ أعطيك نفس الاختراض؟ الهدف من هذه الأسئلة مهما تظهر في ظاهرها أنها بسيطة، لكن الهدف منها هو تثبيت معلومات معينة في ذهنك أنت تكون عارض، تفاعل الضوء يتم فين؟ وتفاعل الضوء يتم فين؟ وتفاعل الضوء يتم فين؟ وتفاعل الضوء يتم ليه؟ والغرض منه إيه؟ وبينتج ليه؟ وتفاعل الضوء بنفس الكلام؟ أراف عليكم يا شباب طبعاً لو لم تكنتش أنا بعمل مراجعة على كل محاضرة واغطيها بأسئلة متنوعة بالشكل ده، وسبتك لحد النهاية ودخلت الامتحان، واتفجئت بأسئلة كذلك، لم تكنتش هتبقى متوقع لكن كتر المراجعة، كل محاضرة نعمل عليها مراجعة وندي فيها أسئلة متنوعة ما بين الاختياري ومتعدد الاختيار، وصح أو خطأ، وعللوا الكلام ده خليتك تفهم نمط الأسئلة بيبقى عامل إزاي، والأسئلة ممكن تجيلك إزاي، ودربك من خلال محاضرتين ثلاثة على النظام اللي احنا هنمشي عليه، وبالتالي تعودت بقى بيديد الوقت بالذاكر، ومتوقع السؤال اللي يجيلك في كل فكرة، ممكن يبقى عامل إزاي، سواء اختياري، أو تعريف، أو صح أو خطأ، أو ناقش أو كلام ده كله على ما أعتقد أن العملية ده بقى تسهل عليكم المذاكرة دلوقت، اللي بعده بيقول، تعرف تفاعلات المرحلة الأولى من عملية البناء الضوئي، والتي تتم في أغشية السلة كويدات، أهو أكد لك السؤال، أكد لك سؤال، أكد لك بالإجابات اللي أنت قلتها، العملية ده بتعرف بإيه؟ تفاعل الضوء، ولا تفاعلات كيمو ضوئية، ولا تفاعل هل، ولا جميع ما سبق، ولا لا شيء مما سبق، أميمة، رجع نفسك، طبعاً هقول براف عليك كلكم معادة أميمة غلطت في المرة دي، هي جابت اسم من الضوء تاج للضوء كشرطة أساسي لحدثها، بنسميها أيضاً بالتفاعلات الكيمو ضوئية لأنها تفاعلات كيميائية، بتعتمد على توفر الضوء، وبنسميها بتفاعل هل، اللي هو العالم اللي حددت مصارات هذا التفاعل، وبالتالي بيكون الإجابة الصحيحة هي جميع مصارات السؤال اللي بعده هيبقى مشابه ليه بس هيبقى على ايه بقى؟ على يعني فيه مقلب شوية لبعض الناس، أما نشوف بقى هتقدر تكتشفهم اللعبة اللي ملعوبة في السؤال ده ولا؟ هو نفس السؤال السابق بس مع تحوير فيه شوية أنا شوف هتبقى مركز ولا مش مركز؟ بيقولك تعرف تفاعلات المرحلة الأولى من عملية البناء الضوئي التي تتم في الثلة كويدات بس؟ واعطيك الخيارات المراضة بالشكل ده؟ بقولك تفاعل بلاك مان؟ ولا التفاعلات الكيمو ضوئية؟ ولا التفاعلات الكيمو حيوية؟ ولا جميع ما سبق؟ ولا لا شيء مما سبق؟ ده اختبار بقى للتركيز بتاعك، نشوفك مركز ولا مش مركز؟ برافع عليكم التلاتة اللي جاوبوا دلوقتي إجاباتهم مظبوطة ليه؟ لأنه جاب لي المسميات بتاع تفاعلات المرحلة الثانية وحطي لي في وسطهم اسم واحد من أسماء تفاعل المرحلة الأولى اللي هو بيحتاج للضوء وهو التفاعلات الكيمو ضوئية فكده يبقى أنتم مركزين، قدرتوا تستوعبوا المعلومة صحة طيب أجيب لك بقى اللي بعده؟ تقول ماذا؟ سؤال يقول تحتاج تفاعلات تثبيت واختزال ست جزيئات من ثاني أكسيد الكربون، قوة تمثيلية مقدرها نقطة، تركز معي، تحتاج تفاعلات، تثبيت واختزال ست جزيئات من ثاني أكسيد الكربون، قوة تمثيلية مقدرها نقطة، وعطيني اختيارات بن خسين، بقولي 18 ATB، أو 12 NADBH، أو 12 NADBH زائد 12 ATB، أو 12 NADBH زائد 18 ATB، وحصل لخبط على فكرة في الكلام لما عملت له كوبي باست عندكم، فتركز معي، أنا بقولي الاختيارات، الاختيار الأول بقولك 18 ATB، الاختيار الثاني بقولك 12 NADBH زائد 12 ATB. لا، 12 NADBH فقط، الاختيار الثاني بقولك 12 NADBH و 12 ATB، الرابع 12 NADBH و 18 ATB، الخامس 12 ATB و 18 NADBH. طبعاً حتى لو حصل الأخبطة، ستقدر تزبطها لأنها أكيد تعرفين هذه المعلومة، ويجاوب عليها صحي دلوقتي، أحمد محسن، ومريم بدير، وغدا يونس، وأميمة أشرف. الاتنين قالوا القوة التمثيلية مقدارها 18 ATB و 12 NADBH، والإجابة دي تعتبر إجابة صحيحة، طب نلعب معكم لعبة تانية كده، نرى هتركزه معها أو لا؟ السؤال هو يقول تحتاج تفاعلات تثبيت واختزال ثلاث جزيئات من ثاني أكسيد الكربون قوة تمثيلية مقدارها نقط. وأعطينا الإختارات بين كوسين 9 ATB، والإختار الثاني يقول 6 ATB زائل 6 NADBH، والإختار الثالث 9 ATB زائل 9 NADBH، الرابع 9 ATB زائل 6 NADBH، الخامس 6 ATB زائل 9 NADBH، سوف نرى من يجب الإجابة الصحيحة هنا بسرعة. على فكرة، ما الذي يفعله؟ السؤال هو 6 جزيئات محتاجين 18 ATB و 12 NADBH، نقسم على 2، سيكون 9 ATB و 12 NADBH، سوف تكون هذه هي نص الكوة التي كانت محتاجة لتثبيت 6 جزيئات، وبالتالي تكون هذه هي اللازمة لتثبيت 3 جزيئات. تمام تمام. كل جواب الإجابة الصحيحة نادين و غادة و أحمد محسن و ماريان بدير و أمينة محمد و أمام أشرف، قالوا الإجابة الصحيحة 9 ATB و 6 NADBH. السؤال اللي بعده بيقول لي كم فوتون ضوئي يلزم انتصاصها بواسطة النظامين الضوئيين ليتصاعد جزيئ واحد من الأكسوجين اللي هو أوتو؟ ثاني، كم فوتون ضوئي يلزم انتصاصها بواسطة النظامين الضوئيين؟ ليتصاعد جزيئ واحد من أوتو ألف، أربع فوتونات، بقى تمام فوتونات، جيم 12 فوتون، دال 24 فوتون، ها 48 فوتون. برافو غادا، برافو أمينة، برافو أحمد محسن، وبرافو ندين سميسم، برافو غادا، بقول لك كم فوتون ضوئي يلزم انتصاصها بواسطة النظامين الضوئيين؟ ليتصاعد ست جزيئات من أوتو، ليتصاعد ست جزيئات من أوتو، أمين شو بقى أمين لها حددها لو هتطلع الشطار زمانة متخيلة ولا لا؟ برافو يا أحمد، برافو يا ندين، برافو يا غادا، برافو أمينة، مريم، عمر حلمي، أنت كنت في هنا يا عمر؟ حسنا، اللي بعده ها، حسنا نرى التركيز، اللي بعده بيقول، كان فوتون ضوئي يلزم انتصاصها بواسطة النظامين الضوئيين لإنتاء قوة تمثيلية مقدارها، 18 ATP و 12 نجر، دي بقى يعني عايزة نزل المذاكرة وفهمة، اللي تبعت المحاضرة وركزت معها وفهمت، إنك لا، تنقدم ب 지금은 لدي تكتبوا ليس عشرة الغرفة، اكتب لا تخافش. اكتب عشان اشوف انت مركز فعلا ولا المعلومة صعبة عليك اوضحها لك. طيب اي حد اكتب بعد كده مش قبل اجابته. خلاص اقول الاجابة. الاجابة الصحيحة هي 48 فتون. ركز معي. احنا قلنا ان العلماء حسبوا الاجابة. عدد الفتونات اللازمة لتصاعد جزء واحد من الاكسوجين او تثبيت جزء واحد من ثاني اكسيد الكربون لأو 8 فتونات. اربعة يستخدمون من نظام الضوء الاول واربعة يستخدمون من نظام الضوء الثاني. الاربع فتونات دو لما ينتصون من نظام الضوء الثاني بيعملوا انشطار لجزئين من المياه. فيخرج منهم زراتي اكسوجين بيتصاعد في صور الجزئ. ويطلقهم اربع الكترونات واربع بروتونات. الاربع الكترونات بيمشون في النظام نقل الالكترون لحد ما يصلوا الى مستقبل نهايي. اللي هو الناد بي ايش yeni اكسف. فبيستقبل الاربع الكترونات وياخد موعمل الاربع بروتونات اللي ناتجهم من التحلل الجزئين من المياه. فينتيج لتنين ناد بي ايش. لان كل جزئ ناد بي ماحتاج اتنين إلكترون و2 بروتون دول 4 إلكترونات و4 بروتونات فبيستقبلهم جزائين من النات بي تحولوا الى 2 نات بي اتش يبقى إذن 8 فوتونات اللي متصوم من نظام الضوء الأول والتاني ترتب على الانتصاص للانطلاق 4 إلكترونات دول اختزلوا جزائين من النات بي حولوهم الى 2 نات بي اتش وأثناء سريان هذه الإلكترونات في سلسلة نقل الإلكترون بتتحرر منهم الطاقة الزيادة اللي فيهم وتستخدم هذه الطاقة في إنتاج 3 جزائيات يبقى إذن كل 8 فوتونات ضوئية بينتصار نظامين الضوئيين بيترتب عليها انشطار جزائيين من المية فيتصعد جزء أكسجين يترتب عليها انطلاق أربع إلكترونات أثناء سريانهم في نظام نقل الإلكترون بيترتب عليه تخليق 3 جزائيات ثم تزرب الإلكترونات والبنطاش و12 نات بي اتش أضرب العدد في كام؟ في 6 8 فوتونات عملوا 3 جزائيات و2 نات بي اتش أجزاء أكسجين فما يقول لي 6 جزائيات أكسجين أضرب العدد في 6 قال لي 3 أو ما أضرب العدد في 3 طيب لما يقول لي 18 جزائيات و12 نات بي اتش أنا عارف إن في حالة انتصاص 8 فوتونات بيطلع علي 3 جزائيات و2 نات بي اتش يبقى الثمانتاشر و12 نات بي اتش يبقى الثمانتاشر و12 نات بي اتش أحمد وكل جواب الإجابة فصحيح غداية كويس نجي بقى على السؤال اللي بعد كده وتقريبا أخذ السؤال وليه الاختياري هنشوف لا لسه في 2 طيب السؤال الثاني في الاختياري بيقول كم جزائي يلزم تثبيته من CO2 ركز برضو في السؤال ركزت السؤال لا تندفعش كم جزائي يلزم تثبيته من CO2 لإنتاج جزائيين من السكر السودازي وعطينا الاختيارات بين الأقواس به لي جزائي واحد جزائيان تلت جزائيات ستة جزائيات اتناشر جزائي ومشوفكون بالحسابات ما خليفين والداع خبطينا المسا شيء اجابة صحيحة غادة يونس و احمد محسن و نادين سميسم و مريم بدير و امينة محمد و عمر حلمي و اميمة اشرف و محمد ياسين السؤال الذي يقول كم تفاعل يجب ان يكون به انزيم الريبيسكو اذا تفاعل كاكسيجينيز كم تفاعل يجب ان يكون به الريبيسكو اذا تفاعل كاكسيجينيز يقول لك كم تفاعل يجب ان يكون به انزيم الريبيسكو اذا تفاعل كاكسيجينيز يعني كم مرة يعمل الدورة علشان يكون جزء واحد من السكر السوداسي يجب ان يكون به انزيم الريبيسكو اذا تفاعل كاكسيجينيز الاجابات بتاعت الاثنين اللي بدأ اقوم دول بتدول على ان الجزء ده ما ذكرتهوش اما ما تش فاهمينه الجزء التالت كان الجزء التالت ده ولا يا كام ده تقريبا كان الجزء الرابع من المحاضرة العشرة انزيم الريبيسكو اللي انا قلت اسمه الريبولوز واحد وخمسة سناء الفصات كاربوكسيليز اوكسيجينيز قلت انزيم ده ممكن يعمل كانزيم كاربوكسيليشان يسبب الساني اكسيدي الكربون فاني يسيطمون جزين من مركب ثلاثة فصو جليسريك اللي هو سكر في ثلاث زراء كربون تمام؟ بيديني جزائين منه أما إذا ثبت الأكسوجين على سكر ريبلوز واحد وخمس ستناء الفصات هيفضل السكر في خمس زراء كربون هو وضف له بس الأكسوجين فميكين شطر هيديني جزيء واحد من ثلاثة فصو جليسريك زائد جزيء من الفصو الجليكولات اللي قلت لكم أنها بيحصل لها أكسيدة عشان تحول لسن أكسيد كربون ومية يبقى إذا في كل مرة إنزيم الريبسكو بيثبت فيها أكسوجين بينتج لجزيء واحد من ثري بي جي ايه وإن عشان يكون عندي سكر سوداثي لازم يتكون 12 جزيء من ثري بي جي ايه دول بينتجهم من تثبيت 6 جزيئات من ثلاثة أكسيد الكربون أو من تثبيت 12 جزيء من الأكسوجين إذا الإنزيم يعمل كأكسوجينيز الـ 12 دول بيتحولوا الـ 12 جي 3 بي اللي هو جليس رضاية تأتيتها في الصياد عشان اتنين يخرجوا برا الدورة يكونوا للسكر وعشرة يعدوا تكون مستقبل الأول يبقى أنا لو قلت الإنزيم تفعل كأكسوجينيز يبقى هديني في كل مرة يثبيت فالأكسوجين جزيء واحد من ثري بي جي ايه يبقى عشان يكون ل 12 جزيء يتفعل كم مرة 12 إنما لو اشتغل ككاربوكسيليز هيدفعل كم مرة 6 في كل مرة بيثبيت له جزيء ثاني أكسيد كربون فبيكون لي اتنين من ثري بي جي ايه عشان ابقى اتمنى المعلومة وانصال لكم طيب نشوف السؤال اللي بعده عشان يربط المعلومة عندكم بقول لك كم تفاعل يلزم أن يكون به إنزيم الريبيسكو في النباتات ثلسيت الكربون تحت الظروف العادية لكي يكون جزيء واحد من السكر أما شوف بقى الفكاكة بتاعيبكم بقى والشغل بتاعكم ما يجي ازاي دي عايزة بقى تركيز عالي قوي وعايزة حد يكون فيهم الكلام اللي أنا قلته وفاهم حتة ايه عشان اساعدكم في الإجابة فاهم حتة ان في النباتات ثلسيت الكربون تحت الظروف العادية إنزيم الريبيسكو بيشتغل تلات مرات كاربوكسيليز ومرة أكسيجينيز ركز معا في الكلام بدل ما تكتب الإجابة ركز معا في الكلام عشان تكتب الإجابة صحة وقال لك أنا عارف عشان يكون سكر سداسي يتم تثبيت ست وجزيئات من ساني أكسيد الكربون طب الانزيم اللي بيثبت ساني أكسيد الكربون ده طلع عليه سلوغ غريب شوية إنه هو ممكن يثبت الأكسجين وده بيتوقف على حسب نسبة الأكسجين لساني أكسيد الكربون تمام وعرفت إنه لو ثبت ساني أكسيد الكربون هحتاج إنه يعمل ست دورات متتالية تثبيت لساني أكسيد الكربون عشان يكون له السكر أما إذا ثبت الأكسجين هبقى محتاج إنه يعمل إثناشر دورة علشان يكون له إثناشر بيجي إيه اللي هما هيكملوا الدورة بعد كده وكملوا سكر سداسي حسنا Dassلوغ سلوغاز। أما دروس الإنظام سلوغاز لقواه تحت الظروف العادية يعمل ، هو كده إذا طاعة زرريتك يعمل تلت مرات من الكربوكسوليز يعني يثبت لي ثلاث جزائية من ساني أكسيد الكربون والمار الرابعة ارى من ثلاث يثبت أكسجين وبعدها إيئes رجع ثلاث جزائية من ثلاث أكسيد الكربون وبعدها إيئes رابعة من ثلاث اكسيد الكربون حسنا عشانcu سنشتغل الإنظام لما فهمتهم جوابتهم صح كيف يمكن أن يثبت لي 6 جزائقات من سنة أكسيد الكربون هل 6 دورات؟ أم سيكون أكثر؟ هدي فرصة للناس ثانية أن يجاوب هدي فرصة للإجابة الصح أحمد محسن وأميمة أشرف ومحمد ياسين ومريم بدير قالوا 8 دورات لماذا؟ لأننا قلنا في الظروف العادية كل أربعة دورات يعملون ثلاثة منهم يثبت سنة أكسيد الكربون والربعة يثبت أكسوجين ثلاثة منهم يثبت سنة أكسيد الكربون والربعة يثبت أكسوجين وبالتالي لكي يثبت لي 6 جزائقات من سنة أكسيد الكربون تحت الظروف العادية سيكون هذا من خلال 8 دورات يعملون ستة منهم يثبت سنة أكسيد الكربون واثنين يثبت أكسوجين هل هناك سؤال اختياري أخير؟ لا، هذا كان آخر سؤال في الاختياري بعد ذلك يوجد سؤالين ارسم هدهم لكم وقال لكم جابوا عليهم إزاي؟ وهنهل بس دلوقتي لأني داخل على ساعه علشان بس مستوى التسجيل ما يسوقش ونفضل محتفظين بالمراجعة دي موجودة عندنا تبقى متاحة لكم في أي وقت؟ وهاجي بعد كده أكمل لكم بقى أسئلة صح أم خطأ؟ بس أديكم السؤالين بتوع الرسم، السؤالين بتوع الرسم بيقولوا إيه؟ على فكرة الأسئلة بتاعت الاختياري دي دي مش كل الأسئلة على المحاضرة أنا نقلت لكم بس أهم الأسئلة اللي بتغطي المحاضرة وتخلي المعلومات تثبت لزينج أنا ممكن أحط أسئلة اختياري يعني قد دي يجي عشر مرات كمان في نفس المحاضرة لكن أنا مش عايز أرهبكم فأبنقلكم الحاجات المهمة والضرورية واللي تخليك تفهم الحاجات الحيوية في المحاضرة وأحاول أسبتلك في زينج ممكن المحاضرة دي يجي لك بقى فيها أسئلة ارسم مخططات طبعاً لم أخذناش رسم مخططات من بداية عدة دلوقتي غريم يمكن رسمة واحدة ايه المخططات اللي ممكن تجيلي بقى في المحاضرة دي يقول لي ارسم مخطط إنه ممكن يجي يقولك وضح برسم مخططات مصار تثبيت واختزال ثانى أكسيد الكربون في كل من نباتات سلاسي wirوس wise والنباتات الربعية الكربون والنباتات الكام علشان يعرف انت متفاهم في النباتات الثلاثة وأظن المخطط بتاقي تثبيت واختزال ثانى أكسيد الكربون في كل منها النباتات السلاسية Nancy und kam بسيط جداً واضح متوسع olé يوم لك السعب طويلاً يوضح التعاون بين البلاستيدات الخانسية الخضراء والبيروكسوزومات والميتوكوندية في جلايكولات السامة في الخلايا اللي هي الرسمة الاخيرة اللي انا شرحتها في الجزء الاخير من عملية البناء الضوئي اللي هو الجزء رقم تسعة دي الرسم التين اه طبعا انا اكتفي اه دلواتي بكم الاسئلة والمراجعة اللي احنا عملناها من خلال اسئلة اختياري علشان نحفظ الفيديو بحالة جيدة وربع ساعة بالزبط وحاول ادخل لكم تاني عشان اسئلة صحة ام خطأ انخلصها ويبقى غطينا المحضرة تقتها تامة تمام اه وإلى ان اعلكاكم في هذا الجزء استودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودعه وضمتم في حفظ الله وامن ورعايته وقبل ما اقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا بشكر اه احمد محسن اللي متفاعل بشكل ايجابي اوي هو مريم بدير ومريم يعني الناس اللي مشغالة معهم البداية بتفاعل شخص محمد ونادين سميسن ومين محسن ودخل الاخر معنا محمد ياسي